السلام و مرحبا بكم اليوم عندي وصفة تقليدية تنسية وصفة تراديسيونال نلقوها في كل دار تنسية في أفرحنا الكل موجودة إبليها البقلاوة تنسية عملتها على طريقة نجلة بلوتوهية اللي عملتها جبت لكم وصفة متطورة يعني وصفة جديدة وسهلة نجمو تعملوها اني الهنا عاملين كونتية كبيرة متاع 3 كيلو انتم ما تنجمو تقصبو المواد وتعملو كونتية أصغر ولهنا ما حاطيت لكم مش المكونات الكل مبعضهم تلقوهم اللوطة في البوادن فوق المكونات الكل ولكن معاكم المرحلة حاطيت لكم المقادير متاحة خلينا نشوفو باش منطولش عليكم كيفاش باش نعملوها اول حاجة لهنا باش نبداو بالعجينة متاع البقلاوة باش نستحقو 3 كيلو فارينا اني هو دقيقة الأبيض ايترا فاصل ثلاثة يعني ايترا و 300 مليلتر ما 200 مليلتر زيت زيتونة احنا الهنا استعملنا زيت زيتونة زوز مغارف صغار ملح و ايترا زيت زيتونة واحدة باش ندهنو بها العجين باش نخلطو كي ما تشوفو الهنا في دابوسة الماء كي ما قلت لكم اليترا و معاها 300 مليلتر اخرى ماء ماء عادي للشرب و 200 مليلتر زيت زيتونة و زوز مغارف ملح نخلطوهم بالقديم بالقديم و باش نصبوهم الهنا على الفارينة و باش نعجنو الكوليكة بالقديم و لترا زيت الأخرى زيت زيتونة زيتة باش نخلوها باش نحلو بها العجين و باش نعجنو بها هذي الفارينة متعنا و دابوسة الماء و الزيت والملح اللي خلطناها باش نصبوها باش نصبوها صبناها على الفارينة و باش نعجنوها بالقديم بالقديم لنا على خطر كونتيتي كبيرة ملول عجنت بيدها و من بعد باش تحطها في الباتور باش تضربها بالقديم حتى اللين تولي ليس وتولي المكونات لكل كام الجنسة وتولي عجينة رطبة هي العجينة ما هي الشيابسة عجينة متوسطة و ما هي الجارية باش نقصوها على 24 بول على 24 كرة كل كل كرة توزن 235-137 جرام و الاربع و شين بول هيدو ما هم هيني باش نختمو بيوم للبقلية و الكل باش نحطو اثناش من اللوطة و اثناش طبقة من فوق ليني بطبيعا نشا ما ننساوش نشا باش نستحقوه تقديم 400 جرام على قد ما تستحقو باش تعملو باش نحلو الورقات بنشا من غير نشا ما يتحلو لكمش باش تعملوهم اقراص صغار و باش تحطهم على ورق الزبدة مش باش تحلوهم كبار برش على خطر باش تحل كل ثلاثة ورقات مبعضهم هنا بدينا بالاثناش من بول لولينين باش تحلوهم الكل اذا تحبو حلوهم الكل فرد ضربة لاربع و شين بول و اخصموهم كل اثناش وحدهم و خليهم يرتاحو باش تحل كي ما اقول لكم الاثناش من بول باش تحطهم مبين كل واحدة واحدة طبقة باش نخليوهم عالاقل عالاقل عشرين دقيقة يرتاحو باش الورقم بعض الطاوعنا وتتحللنا بسهولة سينوراي باش تعبكم و باش تتقطع هذي الصينية الي احنا باش نحلو فيها البقلاوة كي ما اقول لكم صينية متع ثلاثة كيلو عاملت كونتيتي كبيرة هاذا باش تقلبهم باش تحط اللي بديتها من اللول بالكل من الفوق خليناهم يرتاحو عشرين دقيقة تقريب و باش تكمل تحلل هنا حالة الورقة اللولة في بتاع البقلاوة هوا باش نوريكم كيفاش باش تحل من بعض كما تشوفو هاو كي على جنب قعدة تحل في الورقة تاخو الورقة اللولة بتدهنها بالكداب 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 بالزبدة اه بل نسمحوني بالزيت زيت زيتونة نستعملو فيه كي ما ريتوها عبايتها بالزيت باش تحط عليها ثلاثة طبقة ثانية كل مرة تتعمل ثلاثة طبقات وتحل لهم بعض هون كي ما قاعدين شوفو هذيك اللي ترازيت اللي خليناها على شيرة و باش تعمل بها لورقة الكل ممكن يسر ما تستعمل هاش لكل كي ما تشوفو جس بيديها قاعدة اه توسع شوية من الوسط وانتي خارجة في العجين تحل فيها من الوسط ويا خارجة باش تحطها على الطبق و باش تبدأ تجبدها بشوية بشوية حتى لين تجبدها الكل وترهفها على الاخر حتى اذا تقطعت لكم مش مشكل ما تتقلقوش تتغطى بطبقة اخرى اذا جاتكم تقطيع كبيرة فلوس تجمو تعملو اه دي دبول اخرى عليها تعملو اه تتتاش اربعتاش نبول بش تتغطى التقطيع هذيك واذا انتم ما تخليوها ترتاحوا بالقدام ان شاء الله ما تتقطع ذلكم شو جي باهية بس يساة تهزو جنابات وتنزلو عليها بش يجي يطبخ لكل مستويقة قد ما يجيش عالي ومبعد بالمساك مساك جويد باش نوقبو البلايس الي فيهم هوا الكل نخرجو لهوا الكل على قدمة نجمو بس يساة جوستور بلايش متونقبوش نوقبة كبيرة باش ما تتقطعش كما قاعدين نشوفو بس يساة وهيزو من الاثناش انتبقى اللي عملناهم وطبب باش نحطو الحشو الي هو اللوز والفاكية هيدو ما كيمو اعطكم مطناش انتبقى فهنا عنا ثلاثة كيلو لوز بودر مرحي غبرة ملاحسن غرب له بالغربال باش يجي بودر كيمامتاع المكارون لازمو جويد معليه أربعمائة جرام سكر محور سامحوني على كل كيلو أربعمائة جرام يعني كيلو ومائتين جرام سكر محور لثلاثة كيلو لوز نرحيوهم بعضهم يكونو مغربلين ستمائة جرام نوازيت بوفريوة مهاروشة ومائتين وخمسين جرام فوصدق كيف كيف مهاروش نحمروهم شوية فلفور باش يبدوا مبنين اللوز ميتحمرش كيلو فريوة والفوصدق تحبو تحطو اي نوع فاكية اخرى بطبيعة نجمو تحطو وعليها مائتين جرام فالينة ومائتين جرام سكر محور هيدو من المقادير اللي استحقناها باش نحطو خمسين جرام باش نرشوها عالورقة جوش شوية فالوسط باش الورقة مبعض كيتعرق تلسق في اللوز ما تبداش الورقة وحدها واللوز واحدو لاني عالنا باش نستعملو شتر الكونتيتين بتاع اللوز بكيلو ونص عاليه مائتين جرام فارينة نخلطوهم مبعضهم بطبيعة هو دي جاي يكونو مخلط بالسكر المحور باش نحطوهم في البلاتو باش نستويوهم كما قاعدين نشوفو قاعدة تستوي فيه بالكدير حاولو هزو حتى شوية جنابيت باش يجيكم الطبق الكل كاي جنابيتو مستوية وانزلو عليه شوية مش برشا اما حاولو يكون قد قد حاولو جنابيتو تكون قد قد مش تبدا مزيانة كعبك يتقصها ويكونو الكل يكاكف كيف وكي ما قط لكم انزلو عليهم شوية باش يكونو الكعبات الكل قد قد ولهناي عنا الفاكية المهروشة البفريوة والبيستاش كي ما قط لكم نحمروهم في الفور هروشنايهم وهي ذو باش نحطوهم فوق اللوز باش نستويوهم كي ما اللوز باش يكونوا كلي كالطبقة واحدة ومبعد بطبيعة باش نعملو الكوشة الثانية بتاع اللوز اللي يفضل كيلو ونص هنا عنا ثلاثة كيلو للطبقة الكل كي ما قط لكم اقسمناه على ثنين بطبيعة اللوز يتخلط مع السكر قبل ما يتقسم وهذا الشطر الثاني بتاع اللوز كيلو نصف اللوز مخلط بالسكر بطبيعة عليه 100 جرام فارينة مرة اخرى باش نخلطو بالكدامة بعضهم الفارينة هي تخليه شوية اللوز يشد روحهم بعض وما يبداش مفتفت كي تهزو برج البقلية وما يبداش اللوز مفتفت يبداش هيدا دروحهم في قالب واحد وباش نصبوه فوق الفاكية الي عنا الكل وهذا هو باش يكون الحشوة بتاعنا باش نستويوه بالكدام بالكدام لازم يكون مستوي وانزلوا عليه على قدم تنجموا بيتكم مش برشة اما حاولوا انزلوا باش يكون باش يبدال يشد روحوا الكل ويوالي فارد برج كي ما تشوفو باش نستويوه الكل كي بالكدام وانبعد بالمساك باش نحاولو نقيسو اما هما البلايس الناقصة وانبعد باش نكاملو نعملو الكوش الاخرى متاع العجينة لانبعد باش نحيو العجينة لانبعد باش نحيو العجينة الزايد الي عارج نبات نتاع الكوش النطانية قبل ما نحطوه الفوقاني باش يلسق سينو ماش باش نجمو قوسوه بالكدام حاولو قوسوه مستوي لازمكم سكينة ماذية بالكدام باش ما تقطع لكمش العجين نحن كي ما قلت لكم بالمساك مساك جويد نحاولو نقيسوها اسكل كلها فردو علو ولا والبلايس الي تحسوهم اقل ولا اكثر حاولو نقصوهم استويوهم كي ما قاعدين نشوفو كيفاش هي تعمل باش تجيكم الكلها مستوية ومزيينة وبروج الكل قط قد وعلى قد منتو ما تستوي فيها انزلو شوية عالحشو وعالفاكية باش تشد روحهم بعض الكل قط متولي مزيينة اما بطبيعة انزلو بسياسة باش ما تقطعوش العجينة من اللوطة ولهناي بطبيعة باش نزيدو زادا 50 جرام سكر محور اللي ما زالت سكر غلاس شوية باش نحطوها عاللوز باش كي ما اخوت لكم كي ما عملناها من اللول في الطبقة اللوطانية كي يعرق السكر تلسق العجينة في اللوز باش ما تبداش كل طبقة واحدة شوية باركة ما مش بارشة تقريب 50 جرام الكل في الكل يعني تبقى هاذيه وتبقى اللوطانية تقريب زادا 50 جرام وتوا مش نبدأ ونعملو العجينة اللي ما زالت اللي خليناها ارتاحة دجا كيف كيف كيم عملنا من اللوطة باش نحلوها باش بالزيت دجا هي حلتها وحضرتها بالبنشة باش تباحها بالزيت كيف كيف كل ثلاثة اقراص انت عجينة باش تعملوما بعضهم إذا ما نجمتوش تعملوها بالزيت وتحلوها بيدكم نجمو بالقلقال تحلوها بنشيب كلها بنشيب وبعد حاولوا أنفذوا نشيلوا ماكسيمو وحطوها في الطبق وبعد حطو عليها الزيت شخشقوها بالزيت إذا ما نجمتوش تعملوها كأما هي نرمال مو سهلة العجينة كي تبدأ مرتاحة بالقدير بتاعواكم وتتحللكم بسهولة إذا تقطعت لكم العجينة أعرفوا رهي منزلت مهيش مرتاحة جوست بسياسة حاولوا من داخل من الوسط حاولوا إجبدوا العجينة بشوية وهي أجي معاكم حطوها في الطبق كما قلتوها هي تقطعت من بكري أما مش مشكل هذي كان العجينة كانت مش مرتاحة وهذي على خطرها مرتاحة ما تقطعتش جوست شوية مجنب أما مش مشكل حاولوا إجبدوها بسياسة ويتغطى كل شي وحاولوا خليوها رهيفة لماكسيموم على قد ما تنجمو رهفوها حاولوا كل عادة بالمساك الجوية نحيو البلايس اللي فيهم لهوة باش ما يبدوش فراغات ما بين طبقات البقلاوة عجينة البقلاوة بلدوء وهيكا نكملو لطناشن طبقة عجين اللي عنا ونرمو هذي هي البقلاوة متاعنا حسب تقريب كملت ما زالت بش تتقص وبش تطيبوش نحطوها العسل عسل البقلاوة اني سابقوا عملتوا فيديو ونحطو لكم التصوير هالجوز انزلوا عليها يطلع لكم الفيديو والمراحل بار ديتاين اذا ملقيتوش يتلقوه اللوطة في البواد دان فوز اذا موجود ولهنا كي العادة بعد كل طبقة حاولوا نحيو لهوة نخرج لهوة لفم الكل وبعد ما كملت هالي اخر طبقة هي درت عليها ونقبتها الكل بشوية كي ماليتو تحاول تنحيي الامبير متاع لهوة الكل بس ياسا ولهنا بش تنحيي العجين الزايد بسكينة ماضية وحاولوا قصوا من تحت ومع الطبق على حدود الطبق مش من فوق سينو تقطعوا العجين وتفزدوها هذي البقلاوة نرمو حضرت لهنا بش تخليوها ترتاح مل مستحسن ترتاح ليلة كاملة اذا مزروبين عليها على الاقل على الاقل ثلاثة سوية تخليوها ترتاح قبل ما تقصوها وكي ماليتو لهنا بش تبدأ تقصها لانه هي عملت عندها واحدة بابي قصتها بش تقص عليها كعبة البقلاوة الكل قد قد كما قاعدين نشوفوا هيك بش تقصهم الكل دي كي بالطول ومن بعد بتدور البلاتون وتقصهم بالعرص اذا حابتوها ولا هنا قريب تكمل تقصها اذا حاستو العجينة بدت تطلع لكم تتنحها من واحد اعرفوا رأي سكينة مصخها شوية والورقة زادائي اللي تقصوا بها شوية لسقط وتمصخد نصفوها بالقدام بشوية مدافي وشيحوها بطبيعة وبعد تكملوا وقصوا بش متفزد لكمش البقلاوة متاعكم والبروجيجو مزياني الانهين بش تدور الطبق وشوية عوجت الورقة متاحها بش دي على شكل معين مزيانة اذا تحبوها مربعة مستوية اعملوا اعملوا الورقة مستوية كيبا قاعدين نشوفول هنا وهيكا بش تكمل تقص للطبق بكله وبعدها بش تطيبوا في الفور هو اذا يطبق كبير باشا دونك مش بش تحط في الفور مش بش يلقى اسباس عنا احنا في تونس كوشة مخبزة كبيرة اللي يعملوا فيها الخبز والمليجرون كونتيتي نرمال مو هي بالفحم ما نجمتش نصور الفيديو لهنا بضبط كيفاش طيبوها ولكن هزيناها للكوشة بطبيعة اعطيناها العسل المتاع البقلاوة معاها طيب ها هو حتى لنا حمارت شوية دوب لاش تحمار شوية من فوق تخرجها تصب عليها العسل الكل حتى اللين تحسوها شربة العسل العسل لازم يكون سخون وهي دوب ليش خرجت من الفور من الكوشة التقليدية كما قلت لكم العسل لازم يكون سخون بالكداء ويكون حاضر من طيبينه قبل بوقت هو يعود يسخنه ويصبه على البقلاوة ومبعد يرجعها شوية حتى اللين تحمر الوجه الكل من الفوق وتواليم زيانة وتأخو لون دوري ومبعد كيف تحمار بالكداء وتشرب العسل الكوليكي ايو اللي خرجها ونروحوا بها ونخليوها بطبيعة ترتاح على الاقل منعرش ممكن ليلة كاملة ولا اقل شوية نجمو تتخليوها حتى 3-4 سوايا اذا تنجمو ترتاح لان البقلاوة بعد مرتاحة بالكداء قلعناها من البلاتو وهذه قاعدة تقص فيها لازمكم سكينة ماذية بالكداء بالكداء وتجرحوها جرحان ما لازمكمش تنزلوا على البرج يعني تبعوها حتى اللين توصلوا للاخر حاولوا معناها مشيو سكينة مشيوها ويجيبوها حتى اللين تتجرح وتتقص اذا تنزلوا راه بش يفسد الفورما متاع البقلاوة بش تترفس في بعضها كما قلت لكم حاولوا اجرحوها جرحان وسكينة لازم تكون ماذية بالكداء ومن وقت لثاني اقصلوها بشوية ما سخون وش نشفوها بالكداء بش ما تنسقلكمش وهيكا باش نكملوا نقصوا البقلاوة الكوليكة ونحطوها في الكاسات متاحة المذيانة ونزينوها وتاكلوها صحو بش فيه ان شاء الله تعجبكم وصفتي متاع اليوم وصفة تراديسيونال تونسية وصفة شوية على الطريقة العصرية بدلين فيها شوية ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها وهذه المقلاوة متاعنا المذيانة ونقولكم ان شاء الله تجربوها صحو بش فيه وان شاء الله نتلقى في وصفة اخرى وبسلامة